قضية السبت اللي فات قضية ايوتا وماهر و مرة اخرى نعتذر الكل طفلة اسمها ايا النجم وقلوا عليها لعب ذري على رغم انو حصيلة ضحايا مهيش متع لعب قضية من دون ادنى شك مأساوية و اللي فلتها لازموا يرجع لها و كيف كيف قضيتنا متع اليوم ما تتفلتش لكنها على عكس القضية اللي فاتت مهيش لعب ذري ما نحكيوش على حب في سن المراهقة بل نحكيو على علاقة سيريوز علاقة انتهت في اللخر بجريمة بشعة على اللخر وبتفاصيل غريبة على اللخر تفاصيل اثبتوا كفاءة الحاكم والعبادة اللي شادين قضية هذي و اللي كشفوا القاتل و اللي القاتلة و اللي المجموعة اللي كانوا ورا العملية هذي على الرغم من مجهوداتهم الجبارة بش يتملصوا من القضية دونك ما تنساوش كل عادة بش تخليوا لايك وسبسكرايب فولوو على انستجرام ونضموا القروب متاعنا متاع الفيسبوك وخلينا ننطلقوا في القضية متاعنا متاع اليوم قضيتنا اليوم بش ترجع بينا لعام 2015 وبش تعرفنا على عائلة بسيطة زولية جميلة متكونة من أربع أفراد أم و بو و زوز أبناء جواد و لطيفة و زادت صغارة عائلتهم للأسف شديد وقت اللي ولي وعمارهم 25 و 20 جواد 25 سنة و لطيفة 20 سنة وقت اللي توفيه وأم و بوهم الله يرحمهم و خليهم وحدهم يفاروا في الحياة في الدويرة اللي خلوا هالهم واللي قاعدة الحاجة الوحيدة اللي كانت تذكر فيهم و الزوز باهم الظهر و أنه الزوز جواد و لطيفة كانوا مرضين أمهم و بوهم بما أنهم بعد عامين الزوز تحلت في وجوهم و كل واحد فاهم شف حياته جواد لقى خدمة في معامل امتع قطاعك راهب و كان يخدم السبعة للأربعة والأخت لطيفة تخطبت قدمة لاسي يوسف و جواها أحلى جوا جواد كيف كيف كان عنده شكون و صاحبوه الله يرحمه كانت عنده بنته كانت عنده بنته كانت عنده بنته سعاد و جواد دوب ما شف سعاد قال هذي هيا هذي هيا فتاة الأحلام هذي هيا الزوجة الصالحة و ما تكون كن هيا أم صغاري الانسى سعاد ما كانتش ملعكسين و وافقت على الزواج و ما قعدوش برشة بل أشهر معدودات و تزوجو أخته لطيفة في الوقت ذاك كانت دي جامت زوجة و علاقتها طيبة مع رجلها يوسف بطبيعة الحال كانت تعيش هي و رجلها في دار أخرى مشيت لدار رجلها و خليت خواه جواد وحده في دارهم لكنه ما قعدش برشة وحده كما قلنا عرز جواد و جيت بحديه سعاد البريود الولانية كله تمام وزوز مهنين على رواحهم لكن مع مرور الوقت كثره زيارات الانسى اللطيفة الفجئية مش على خطرها توحشت دار بوها و مش على خطرها توحشت خوها بل كانت دي ما تمشي لدار عائلتها وقت اللي تتعارك هي و رجلها يوسف دار عائلتها و اللي هي نفسها الدار اللي يسكن فيها جواد و سعاد ضربة ضربتين ادز الباب وتدخل غضبانة من رجلها ولحقيقة المشكلة مهيش منها هي و عندها الحق تدخل و تخرش كما تحب بما انو رجلها كان هو سبب البلاي و سبب المشاكل الكل كان ساعات هو اللطردها ساعات يعنفها و دي ماهوما بمشاكلهم والاخت لطيفة ما عندها وين تمشي و دار هذيك ما يجدار جوادها كهو بل دارها هي و جواد لكن الشي هذيك من دون ادنى شك ما كانش يعجب سعاد مرت جواد برشا بما انو الاخت لطيفة ما كانتش جي وحدها بل كانت تجيب معها زيدة وولدها صغير واللي كان عمره عام ونص كان المسكين عمره عام ونص كهو و سبحان الله كان بوهو يوسف في بعض الاحيان يمتنع و انو يصرف عليه ما كانش يحب يصرف عليه و ما كانش يحب يصرف على مرته لطيفة الشي اللي بينسير ما كانش عجبها و كانت المسكينة دي ما تهرب لدار امها و ابوها الى ان قررت في نهار منهارات و انها تخرج من دارها و معتش ترجع ما اتخذتش القرار وحدها بل في الاصل كانت فكرة اخوها جواد واللي روح في نهار منهارات كل عادة لربع من الخدمة و يلقى اخته مسكينة وجهها ازرق و الكله منفوق بالضرب ما هيش اول مرة يضربها رجلها لكن ظهر فيها اخر مرة و ما عادش فيها قال لها جواد ما عادش فيها علاقتكم ما عادش فيها حل و كان كل واحد فيكم يمشي على روحه خير ما كانش مجرد مقترح بل قال الاخته توا تطلق منه وترجع تعيش معايا قتله اخته باللي هذك بضبط اللي كانت معاملة تعمله وهذك اللي صار و رجعت لطيفة للعائش في دار امه و ابوها هي والدها واللي كان عمره بالدي pesc عامين معة مرت جواد سوعد بطبيقية الحال و اللي كان موش عجبها الحال 6 و bounce الاخت كانت كارية ولا تملك تصنيلا و لا نحدد المسكة علاقا لطيفة هي çıktı باي Live من دار امها وبوها الاخت سوعد ما زلت اليوم والigkeiten يعجبت لدار ولن عجب الحال htake اي هاي يا ضيفة unwختي ليس لطيفة هي الضيفة تي normal MATT وجودك انت هو اللي صار وليس موجود لطيفة في رزقها كانت سعاد مستائق من وجود أخت رجلها في رزقها وما كانتش عجبتها جملة واحدة فكرة تلايق وكانت تفضل ولو تبقى هي ورجلها في الدار وحدهم لكنهم توا من اللي كانوا زوز أفراد أكهو والليو أربع أفراد هي ورجلها ولطيفة أخت رجلها وولدها هربت المسكينة لطيفة من القطرة وجيت طول تحت الميزيب وتلقى روحها في نوع آخر من المشاكل في الحالة هذه معانتها وين تهرب منهم الدار هذه قبل كانت المهرب متاحة وتوى الدار هذه هي سبب المشاكل وكانت يوميا تتعرك هي ومرتخوها على القضيات تخميل الدار وغسلين تبش هي تقول لها مش مش نبقى نهار الكل دي ما عندك وحرك لنا كاليديات والأخرى تقول لها أنت اللي دي ما فاضي شغل ومش قادة تعمل في حتى شي ودي ما حتى ساق على ساق يوميا العرك والمشاكل والنبزيات على القضيات هذي تسيب في هذي وتنفخ عليها وهذا عليها خشمها وهذي كيف كيف مش عجبها وترفي روحها هي السيحة والأخرى غالطة على طول الخط المسكين جواد من اللي كان يروح تاعب الخدمة بشيرتاه ولا كل يوم يروح ويلقره هو عبد الرزيق الشابي في المسامح كريم تلقاه مبينات لطيفة وسعاد هذه تتشكى منها وهذه تتشكى منها ويقعد المسكين هو مبيناتهم كل حكم يحاول يلوج على حلول ونفع ربي الى ان يستسلم وليشدهم كلوحدة واحدها وكلوحدة فيهم يحكي معها exposure كان يمشي المرته ويقوليله وَاسِع بيلك معه المسكينة مزادت كتQueen kelقتów حالتها النفسية مش ولابد يجم derrière كلامه و Byخظ بخاطرcy و وäسع بيلك وتوحيلها ربي و كيف مبعد يجم لخته ويقول له واسع بيلك معه مازالت صغيرة وتصتنس ويجم breakthrough كيف Cloud وخاذ هذه السيحة ن användه هذي كانوا يتفهموه وزوس يخذه بخاطره لكن الحاجة الخائبة كونه ما يبقاوش برشا ايامات ويرجع السبب والعيات والضرب والمشاكل مشاو ايامات وجاو ايامات وتواصل المشاكل وحلقات المسامح الكريم الى ان في حلقة من الحلقات وفي نهار منهارات تمشي الاخت لطيفة لخوها جاويت وتقول له عندي ما نحكي معاك في موضوع اختير برشا قال لها ان شاء الله خير احكي لي شفاما اخي قتلو شد لي روحك وركز معا ايام ليه قتلو ساعة لطيفة صلي عني بي اللهم صلي والسلام علي سيدنا محمد وعلى الائلية وصحبي اجمعين انتي زادة صلي عني بي نربح فيك شوية اجر ومبعد قتلو لطيفة رهي مرت كليمي تذومة ما هيش عجبتني خفيفة برشا وتعمل في حاجات بيزار علخ قال لها جاويت كل عادة اشبش تعمل وسع بالك معاها اخوض بخاطري وتويحلها ربي ياخي قتلو بلي المشكلة ما هيش بيني انا وباها هي بل المشكلة بينك انتي وباها هي وقتلو بلي هي كل صباح بعد ما يخرج هو للخدمة كامل توفطر تلبس تماكي وجو تخرج وما ترجع للدار كنقبل ما ترجع انتي من الخدمة وكأن شيئا لم يكن ومندون ادنى شك ما تقولكش بلي هي خرجت لبستها ما هيش متع واحدة خرجة بشتقضي وقالا ماشي للسوق كونش الا ايذاء واحد من الخضارة بشي عرس واستدعاها العرس وفي النصب لكن ما نظنش كونو الخضارة ايذية كل نهار يعرس معنى كومان على خاطر الاخت كل نهار تلبس تماكي جو تقد وتخرج ذلك مستحيل كونت يمشي للسوق فازة السوق كانت حجة سعاد وقتلي وجهها رجلها بالكلام اللي قالته لطيفة وقتلو بلي لحديث هذا ما فيمش منه حد حد قضية الدار وما عندها وين تيمشي قتلو اصلا ما نخرج كمانشارك وتعرفني ما نبعدش بعيد وما نخرج كينكي يبدأ عندي قضية للدار وكالمسمومة اختك نعرفها ونعرفها مليح ونعرفها شنية تحب تعمل وراهي من الاخر مش ناوي على الخير وقعدها تحفرلي ورد بالك منها ما عرفش المسكين جوات شكون يصدق فيهم وما كانش متأكد من صحة كلام اخته بما انه يعرف مرته ما عنديش زايد وكيف كان يعرف بلي اخته مستحيل تكذب عليه يسرتون في موضوع كما هكا لكن في نفس الوقت لعل مرته كانت تجد وتلبس وتخرج لكن مش بالفصان اللي فهمتها اخته ولعل اخته كبرت الموضوع ومشي هموخها لبعيد برشا ووصلت شك كونه مرتخوه قاعدة تخون في خوه قاعدة تلبس لشكون في غيابه وتجدل وتمكياج له وتقابل فيه بالسرقة قاعد الموضوع يصول ويجول في بالجوات ايامات لكنه ملقالوش وقت بما انه وقته الكل كان معبي بالخدمة كان يخدم من سبعة للاربعة في المعمل وبعد ما يكمل الخدمة كيما قلنا يروح للدار ويلبس كوستيوم عبد الرزيق الشابي ويقعد يحل في المشاكل الاخرين بتاع مرته واخته اللي كانوا ماشين ويزيدوا حدة الى ان كلمته مرته سوعات في نهار منهارات كلمته وهي تبكي وداخل بعضها ومنهارها على الاخر وقتله باللي هي تعاكت هي واخته واخته شدت كورت بها شدت كورت بها ضربتها مرمدتها وتردتها من الدار وهي توا في حديقة عمومية قتله يجيني شوف لي حل ومستحيل نرجع لها واحدة قال لها جوات يا بنتي يهديك قاعد نخدم والبلاصة اللي هي فيها بعيد عليه قتله تصرف مستحيل نرجع للدار ومش نقعد لهنا حتى لي نجي وما كان عليه كان يتصرف ويحكي مع عارفه ويمشي لها يجري مشي لها يجري يلقاها تبكي وحدها في الحديقة وداخل بعضها حكيت له علي صار الكل ووافقت بسيف وانها ترجع معاها للدار قال لها هكي معايا انت ونحكي معاها واخر مرة سير حاجة كمان هكا في الاصل ماينجمش يحكي معاها والمشهد اللي كان قدامه وقت اللي وصل للدار خليه مصدوم سوعة بيدها تصدمت على الاخر وملقات متقول قدام المشهد اللي كان قدامها الاخت لطيفة المرحومة كانت عاملة كورتا ومع القروحة في المعليق متعلعلوش كانت المسكينة شين قروحة ومفارقة الحياة ودوام لله واللي زيد المشهد قساوة بشعة ولدها المسكين واللي كان عمره بريسك عامين واللي كان يدور عليها ويبكي ومش فاهم حتى شي بضبط كيما المسكين جاوات ومرتو سعاد واللي كانوا مش فاهمين حتى شي ما كانش عليهم وانهم يعملوا مجهود كبير برشة بشيفهم ولي صار الاخت المسكينة ظهر فيها فادت مشاي اللي كانت تعيش فيه كيما قال خوها المرتو مايش في حالة نفسية بها يا برشة كيما قال زيدا قعدت تعدى بريود خايبة برشة بسبب رجلها وللقات رحتها لفي دار رجلها ولفي دار امه وبوها وظهروا انه طفح الكيل قررتوا انها تنتحر وتخلي المشاكل الكل وراها تخلوا خوها في حالة هستيرية وقعد يقول مرتو باللي هي سبب هي سبب وهذيك اخرت مشاكلها هي وياها وزوز كان غايظهم حال طفل صغير واللي كان قدام جوثة امه ومش فاهم حتى شي مشهد بدون ادنى شك ماهوش بشية خطاءة حياته الكل على رغم انه صغير في العمر وعمر ما فيتش العمينة كهو ما قعدوش برشة عالحالة هذيك وطول تصلوا بالحماية المدنية والحاكم كان الحاكم حاضر على وجه السرعة وما كانش يرأ في الشي اللي صار كي ما كان يرى فيه جواد بعد برشة تفكير وبعد برشة ملاحظات قالوا باللي العملية تنجم تكون ما هيش عملية انتحار بل تنجم تكون جريمة في الاصل جريمة قتل معناها فمشكون اقتل المسكينة لطيفة في دار امه وبوها ومبعد حتها في الكادر والديكور هذيك بشوهم الحاكم باللي هي انتحرت يقول الحاكم باللي في مسرح الجريمة ما كان فما حتى طاولة حتى تابورية وحتى حاجة تنجم المرحومة لطيفة تطلع عليها باش تنجم تخلط للمشنقة اللي هي عملتها اللي من المرجح كونها هي عملتها في حالة ما اذا هي بالرسمي اللي عملتها وانتحرت الحاجة الوحيدة اللي تنجم تخليها تكون وصلت لحبل هي كونها طارت واللي هي بانشير احتمالية مستبعدة على الاخر بانشير لطيفة ميج سوبرمان لطيفة كفيف كانت قصيرة القامة وكانت ما تنجم تخلط غادي كانت ما تطلع فوق حاجة وبعد تنجز من الحاجة هذيك وتسيب اسويقاتها وتبقى المسكينة تفرفت في المشنقة حتى لين تفرق الحياة كما قلنا ما كانت فما حتى حاجة نجم تطلع فوقها طولها ما يخول الهيش وانها تطلع غادي وتنتحر المرجح كونه الاخت وعاد كانت معلقة ومش منتحرة هبطوها متعليقة وتم فحص الجثة من قبل الطب الشرعي واكتشفوا وجود كدامات على ايديها وفي بعض البلايس من بدنها لكنهم ينجموا يكونوا بقايا الصراع اللي صار بينها هي وبين مرتخوها الشاي اللي خليهم يبحثوا معها بعد ما بحثوا مع اخوها جواد بحثوا معها وحكي لهم عالي صار الكل في النهار هذيك قال لهم باللي هو كالعادة خرج يخدم السبع متع سباح ومبعد مشي يجري لمرتو في الحديقة حكي لهم عشي اللي حكيتولو مرتو وانتلق وقتها البحث مع مرتو بحثوا معها الكونها اخر انسانة شايفت لطيفة قبل ما تتوفى وقالت لهم باللي هي خرجت متدار مع الحديش بعد ما تعاركت هي وياها ضربتها مع جبيش الحال هربت ومشيت للحديقة قول باللي هي وقت اللي خرجت خليتها حية ترزق سح ستار وهي في الاصل المتذرة ومبعد صدمت كي راجعت للدار هي ورجلها ويلقاوها معلقة في السقف اخر حاجة كانت تتخيلها تصير وتقول لعلى وعسا تنرزت دخلت بعضها وصار اللي صار الطب الشرعي كان يقول عكس الشي هذاكه لدخلت بعضها لصار اللي صار ولانتحرت كانت الاخت وعد ديجا دخلت بعضها وزيت الدخلت بعضها اكثر وقت اللي سمعت كلام الطب الشرعي واللي كان يقول باللي اسباب الوفاة هو الخنق لكن مش الخنق بتاع الكوردة بل فمشكون خنقها بيديه زوص حتلين فارقة الحياة والمعطيات الاولية معمورها ما كانت غالطة فمشكون اقتلها وبعد علقها في كوردة في الكوجينة بشوهم الحاكم بليلي صار عملية انتحار ومهيش عملية قتل الظاهر زيدها كون الكدامات اللي يلقاهم الطب الشرعي ما كانوا جراء العنف المتبادل بينها هيو وبين مرض خوها بل اللي قتلها وقال للي قتلوها عنفوها قبل ما يقتلوها وهذا الشي اللي قالوا الحاكم الخوها واللي كان مستبعد من دائرة الشك سئلوا عليه في الخدمة وكان في الوقت اللي صارت فيه الجريمة موجود في الخدمة والانسة الوحيدة اللي كانت في دائرة الشك بدون ادنى شك هي الاخت سعاد واللي الحق حام عليها رجلها شوية وقال بلي صحيح يسيروا مشاكل بينها وبين الاخت لطيفة لكن مستحيل توصل المشاكل هذي للقتل ومستحيل توصل تقتلها لهي قادرة لا جسدين ولا معنوين وانها تعمل حاجة كما هكا لكنه بيانسير كان محايد اكيد اخته بش تكون له اقرب من مرته وكان يحب يعرف الحقيقة مرته كان تقول بلي هي خطيها ومستحيل تعمل حاجة كما هكا كبشت فيه اقوالها وقعدت شدة صحيح وتقول بلي هي خطيها وقالت لهم حتى بلوجيك وبعملية حسابية بسيطة مستحيل تكون عندها علاقة بالجريمة والحجم تحت كانت كونه الطب الشرعي كان يقول بلي الاخت سوعها توفقت لعشر متاع السباح وهي قلت لهم انا ديجا لحديش متاع السباح مانيش في الدار كيفاشا كيفاش بشو نكون انا اللي قتلتها وهي ماتة عشر متاع السباح وانا اللي حديش ديجا في الحديقة لا معناها سيد القاضي مانيبنيتك بلي سيست شدوها بالكمشة وفضحى الغاباء متاحا والقال حاكميني شدها ووقتها وينزيد ووحلو معها اكثر وقالوا لها هزينة للحديقة اللي قعت فيها وقت اللي خرجتي من الدار مشيوا افكتيفمون للحديقة لكنهم ما كانوش مهتمين بالحديقة بل كانوا حجتهم بالمحلات اللي بحذاها ولي الحسن حظهم كانوا فيهم كاميراويت برشا كاميراويت مراقبة خذي الحاكم اذن بش يخوا المحتوي اللي فاهم خذيوا المحتوي وهزوه للمركز بش يشوفوا وقتش الاخت وعاد التحقت بالحديقة لكن اللي يشافوه في التسجيلات نساهم في الوقت نساهم في الحديقة ونساهم في كل شي ما نساهمش في الاخت وعاد بما انها كانت موجودة في التسجيلات وما كانتش وحدها لي معاها ماينجمش يكون رجلها رجلة في الوقت هذيكا سيبوزي في الخدمة وسوعات بيدة سيبوزي في الوقت هذيكا حسب كلامها تكون وحدها سيبوزي تكون وحدها وحسب كلامها سيبوزي تكون في الوقت هذيكا ما هيش في الحديقة شتعمل في الوقت هذيكا غادي وشكون الفراتي اللي معاها مشتبه فيه اخر وشخصية جديدة تنضاف للقضية شخصية بش نكتشفوا شوية اخر بلي هي ما هي شخصية جديدة علينا حتى السيد هذا ما تلمش منها وكان ظهر في تسجيلات بلي حتى هو كان يعارك فيها السيد في تسجيلات كان ظهر بلي هو كان يتعارك مع سعاد وما فرقها كان وقت لي قاعدت في الحديقة والظهر وإنها وقتها وين كلمت رجلها بانشور التفاصيل المهمة هذي الكل ما حكيتش عليهم سعاد للرجلها ولا للبحث ما حبش الحاكم يواجهها بالشي هذا الكل بل حبوا زيدوا يورطوها اكثر واخذوا منها تليفونها عملوا طلع الاشتوريك متع الاتصالات ولقوا فيهم نمره غريب نمره غريب ما هوش نمره رجلها وسبوزي في الوقت ذاكه ما تصلت كام برجلها كانوا قادرين وإنهم يتعرفوا عليه يجيبوا المركز لكن حبوا سعاد هي اللي تكرر عليه وقالوا لها قولنا انتي شكون السيدة ذاكه ش يعمل معاك شنية علاقته بيك وشنية علاقته بالجريمة من لو القلت لهم خاتيني ما نعرفوش ونكرت جملة واحدة وقلت لهم مع انتي حتى أدنى علاقة بوفاة لطيفة لكنها مبعد بشوية بشوية بديت فيق باللي تربق عليه المنداف ووقفت الزنقال الهارب وقررتوا انها فينا الماء تكرر وتحكي الحقيقة وتكشف على هوية الفراتي اللي كان معاهم وسر العلاقة اللي كانت تجمعهم قول اخت وعاد باليقبل ما تتعرف على اخونا جواد كانت في علاقة حب لا ترى شمس مع طفل اسمه بيليل بيليل كيف كيف هو زادة كان يحبها وكانت علاقتهم كما علاقت روميو وجولييت كانوا يعيشو في العشق الممنوع بيليل يحب يستحسن وعيل سعاد ما يحبوش علاقتهم كانت بالضبط كما علاقت ايا وماهر متع القضية اللي فاتت وماكتبش المكتوب ما بينيتهم كيف كيف لنفس السبب اللي خلبوا ايا يرفض ماهر والي هو الكون بيليل كانت سمعته خايبة متع ما يشكله مايهانيش بالضبط كما لو شار ماهر والي ما يعرج حكايته يكمل قضية هذي ويرجع القضية اللي فاتت رفاض بيانسير بو سعاد وانه يزوج بنته البيليل وعنده الحق بما انه وقت ليسأل عليه حتى انسان ملعبات اللي يعرفوه ما قال فيه كلمة خي قاعدت الاخت سعاد مكبشة في بيليل بيديها وسقيها وسناها وامه وبوها كانوا يعرفوا باللي هي وحلة معه وكان يرأى كونه الحل الوحيد بشي بعضهم على بعضهم هي وانهم فينالمو يعرسولها ويتهناوا عليها مع انسان يرأوه هما يهاني شاءة الاخدار هو انه يكون السيد هذا اليهاني هو بتبيعة الحال سي جاوات سي جاوات واللي كانت الاخت سعاد المرة الليولا رفضته كانت رفضته وتقول باللي هي متعرس كان بالمجرم بيليل لكن ام ابوها كانوا يقولولها متعرس كان بجاوات وما تاخذ كان جاوات قالوا لها جواد والد عائلة متربي بدارو بخدمتو ويهني ما كانش شاي هذي همه وكانت تحب ما تعرس كان ببيلال على رغم ما انا كانت تعرف باللي هو يعني هجو مش به برشا وملقا بوها بهاوين وقال لها عندك زوز حلول يا اما تعرس بجواد وإلا نعرس بي هنا لين فتلك علي قال لها بوها زوز خيارات يا اما تعرس بيه وإلا تعرس بيه ياخي ملقات بهاوين وفي نلمو اختارت الخيار الثاني وعرسة سعاد تحت الضغط من تعقومها وبوها أملا في انهم يبعدوها على بيلاد تعديوا ليماتوا بداو سعاد وجواد يستنسوا ببعضهم واكتشفت سعاد بلي هي مستحيل تتخطى حب هالبيلال بيلاد كيف كيف ما كانش مأيس وما كانش مسلم فيها على رغم انه كان يعرف بلي هي عرسة والسباب اذاك قاعدوا ديما على اتصال وقاعدوا يحكيوا في سكريتو ومصابكين قاعدت علاقتهم هكيكا ومصابكين قاعدوا يحكيوا في السر بل كان في بعض الاحيين يمشي بليل بحث سعاد لدار جواد يغافلوا جواد يخلي وهي مشي يخدم ويكشوف الدار ويقود يلعبوا في شطرانج الى ان تلقت الاخت لطيفة ورجعت لدارهم وبش تحرم عليهم لرفزت الاخت سعاد بما انها بش تولي ما عادش قادرة وانها تدخل جواد بحثيها للدار لكنها بيقي ما ايستش وقاعدت ساعة لساعة تلبس وتقد وتخرج بش تقابله البره كما قلنا بكري بديت لطيفة تفيق ومشيت صبت صبق الخوها جواد وطلع شكها في الاصل في محله جواد الماء يلعب تحت ساقيه وسعاد جايبة فيها بريئة لشعفت ولبيت الحس وظهر عليها ما تصبرش على عشيقها بليل وقاعدت بيقي تخرج حتى وقت اللي رجلها كان شك فيها بكل صحة رقعة وزيدت في الاصل لطيفة اخت رجلها شكت فيها وحبت في نهار منهارات تقطع الشكت فيقت صعاد في نهار منهارات قبل لطيفة وتهنيت على رجلها مشي بش يخدم كل عادة لبست حمرت وزينت وحبت تخرج في ساعة قبل ما تفيق بيها أخت رجلها لطيفة طلقت عليها من البيب لقاتها ريقدة وما كانش في بيرها باللي هي في الاصل اذكى منها كانت في الاصل فايقة حسب تروحها ريقدة استنيتها تخرج وقام التجري ولبستش لبيبها وخرجت في جرة سعاد وقعدت تبع فيها إلى أن شدتها في كوان هي وعشيقها شدتها بالكمشة هي وبيليل وما كانتش قادرة وأنها تقعد ساكتها فتحتها في الشارع وما خليت ما قالت لها وما رمدتها بالكلام ومبعد روحت لطيفة بالبحث للدار ومستحيل روح جواد وما تحكيلوش كانت سعاد عارفة حق المعرفة بلي لطيفة بش تعودلو وكانت عارفة بلي جواد ومستحيل يسكت على حاجة كما هكا وسبب ذلك قاعدت خالتها وراها وهي في ثنية للدار تترجى فيها بش ما تقولو حتى شي لطيفة كانت مسكرة في مخها مستحيل تخلي سعاد تعديها على أخوها وكيف كيف سعاد مستحيل تخلي لطيفة تحتملها علاقتها هي ورجلها ومن دون أدنى شك موضوع كما هكا مايوفا كان بالطلاق وسبب ذلك قالت لبيليل بش تباحها للدار ما كانش من العكسين ومشي معاها للدار خلاة ولطيفة تدخل ما كانش في بيلها بلي هما وراها وكانت على روحها في بيتها ويدخل عليها بليل المجرم تفاجأت فجأة وما كانتش قادرة وانها تعيت بما انو بليل سكر لها فمها وقد يخنق فيها الى ان فارقة الحياة فارقة الحياة ما بنيتيه قدام عينين سوعات وقدام ولدها صغرون ولي كان عمرو مايفوتش العامين ملقاوا بيهوين حبوا يهمو الناس كونها انتحرت ووقتها وين جيتهم فكرة الكوردة هزوها علقوها غادي وخرجوا يجريهم مدار وخليهو للأسف شديد وولد المرحومة الصغير يدور عليها ويبكي المسكين كان عمرو قريب عامين سويع وهو يدور على جسلة المرحومة ومش فاهم حتى شي والاخت سوعات في الاثناء في الحديقة تنفذ في الخطة اللي جيت على بالها كومسي تعاركت هيو لطيفة هربت مدار ومبعض لطيفة انتحرت لكن كيمة ديما قولوه ويا قتل الروح وين تروح وصعاد ما عندها وين تروح وفي الاصل ما عندها وين بيش تروح بما انو تم الحكم عليها بالسجن المؤبد هذي اخرت علاقات الحب مع الباد بويز والفصائل قلت لكم من الفيديو اللي فات بالي النوع هذة متاع البنات لازمو يرز وكان اختي مترزنيش اراي هكا بش تكون نهايتك معنى اي طفلة مترضاش بانسان متوازن متربي اعويقل ودافي كيمة جواد اراي بش تكون نهايتها وارى القذبان لكن بوجه لي اكثر انسان يسخف القضية هذي ما هو جواد وما هيش حتى المرحومة سعاد بل ولدها الصغرون واللي كان عمره بريسك عامين واللي المسكين قاعد يدور حاول جثث ام المسكينة المرحومة كيف كيف حتى من جواد ربي صبره ورب يكون في عمر ام ابوه فارقه في سن مبكر وما خلاوله كان اخته وهي زادها لأسف شديد فارقته وبطريقة خايبة برشة وفارق مرته اللي كانت اسبب في الشي هذا الكل بطبيعة الحال وما قاعد له في الحياة كان ولد اخته ولد لطيفة الله يرحمه قلولي انتو ما شني يرايكم في الاخت سعاد وفي حكايتها وشني يرايكم في القضية ككل وفي الشي اللي يصار على المرحومة لطيفة ما تنساوش بشكل عادة تخليوا لايك وسبسكرايب فولو على استجرام ونضموا لغروب نتاعنا متاع الفيسبوك ونتقابلوا ان شاء الله السبت الجاي في قضية جديدة بيس اوت اشتركوا في القناة